التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من القادة ودباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الآداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته تضمن اللقاء عرضاً تقديمياً لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديراً يتميزهم في أداء المهام المكلفين بها وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجه مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتلي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف اشتركوا في القناة